بعد أحداث الطيوني لم تكن عادية الرسائل التي وجهتها المملكة العربية السعودية باتجاه لبنان من حيث التوقيت والمضمون فمن حيث التوقيت كان لافتا دعوة المملكة مواطنيها إلى عدم السفر إلى بيروت نظرا للظروف الراهنة علما أنه لم يصدر عن المملكة أي بيان بعد الشبكات خلد وحادثت شوية أما من حيث المضمون فقد جاء موقف الخارجية السعودية الأول منذ فترة ليضع المشكلة في وجود سلاح غير شرعي مجددا والمقصود هنا هو سلاح حزب الله ووفق معلوماتي ومن خلال مصدر سعودي بارز أنها تقدم على مثل هذه الإجراءات في دول تشهد نزاعات وخلافات فكيف الوضع في لبنان؟ لذلك هذا التحذير سينطوي على الكثير من الدلالات والإشارات دون أن نقفل موقف المملكة تعقيبا على الأحداث التي جرت في الطيوني والذي كان لافتا للاهتمام بأن يجب على لبنان أن يغير في سياسته ويكون جدا في هذا الأمر وأن يتغير زعماء هذا البلد والطبقة السياسية بمعنى الإقدام على مرحلة ومحطات جديدة وكان هناك تناغما أمريكيا أي أن دول الخليج والأمريكيين وحتى الفرنسيين عائدون لبنان بحلة جديدة إذا وضع صح التعبير بعد التطورات التي حصلت في الآوين الأخيرة لا كلام ولا سلام حتى الآن حول أي زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب مقاطي إلى الرياض ولا حتى أي موعد وهنا تكشف مصادر مواكبة لصوت بيروت انترناشنل عدم الرضا الصعودي حتى على موقف رؤساء الحكومة السابقين بعد حادثة الطيوني الذي وضعته في خانة الميل نحو حزب الله مع توقعا بتوسع الحذر الخليجي من مخاطر الحزب على الاستقرار اللبناني في المرحلة المقبلة أما موقف المملكة العربية السعودية فقد ينسحب على دول خليجية للمملكة من حضور وتأثير على الساحتين الخليجية والعربية وفي الداخل اللبناني إنما هذه الأمواطيات مخيفة إذن الصورة سودوية تعكسها المواقف الخليجية فهل يدخل لبنان النفق الأمني الأسود وتكون شرارته إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصر الله؟ اشتركوا في القناة